بسم الله الرحمن الرحيم بسينا والاخوين تطلعو يا اللهي قريب السلام عليكم احباب ورحبا بكم جميع ان شاء الله مرحبا بالجميع مرحبا مرحبا السلام عليكم خيار رشيد مرحبا بك مرحبا بالجميع حياكم الله بإياكم إن شاء الله وعليكم السلام خيار خالد مرحبا بك خيار عزيز الحمد لله خيار رشيد وانت واش حوالك لباس إن شاء الله تكون بخير فتحي موعد حكينا على بطن الثاني الله يرضى عليك إن شاء الله فتحي بإذن الله بساعة اليوم إن شاء الله نحن نخصه المنتوجات إن شاء الله يعني باش الناس لما تعرف كيفية تستعملها إن شاء الله يعني تستعملها إذا ربي يكتب خيار نغي بارتاجي وإن الله يجازيكم كل خيار إن شاء الله باش الجميع يستفاد إن شاء الله عدنا إن شاء الله نستغلوا هذه الفترة ما بين صلاة المغرب اللي إيشا إن شاء الله يعني عدنا حس ساعة قرابة الساعة إن شاء الله ندروا هذا اللييف اللي أربي يكتب أهلا خيار عادل والله غير رحمة ربي أخيار وانت وعلا باس إن شاء الله تكون بخير الحمد لله راشيد كناري جلفة مرحبا خوطنا بارتاجي وإننا جازكم الله خير بارتاجي وإننا اللييف هذا حتى يستفيد الجميع إن شاء الله بارتاجي وإننا ربي يحفظكم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام مرحبا مرحبا نور نوركم خوطي بارتاجي وإننا اللييف جازكم الله كل خير إن شاء الله بارتاجي وإننا على الأقل إن شاء الله يطلع معنا حسين أخ إن شاء الله وانبديو لاربي يكتب هذا اللييف جا هاكك ما ألمتكمش على بكري معليش مرحبا المهم إخواني في الله ما نطورش عليكم إن شاء الله انبديو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسلي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي مرحبا بكم جميعا طبتم وطب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مقعدة إن شاء الله مرحبا بكم جميعا خوطي الحمد لله من توجد تاعنا أعطون نتائج رائعة رائعة ولله الحمد للمربين نشكركم جميع من استعمل من توجد تاعنا الفيطامينات المكملات الغذائية المضادات الحيوية مضادات الطفليات نشكركم على ثيقتكم الحمد لله ونعيدكم إن شاء الله بالمزيد بتقديم المزيد إن شاء الله والمجيء بمنتوجات إن شاء الله أيضا أخرى تكون في القمة إن شاء الله تكون في القمة الحمد لله كان أنا بالنسبة لي موسم رائع ما شاء الله موسم ناجح ولله الحمد يعني كنشوف الناس تشكر المنتوجات وتعيطوا لي بارك الله وفيك موعد صافي بليزير هذاك هو الصح صافي بليزير إن شاء الله إخواني كاين بسحكم بزاف ناس كاللي ما يعرفوش كيفية الاستعمال بزاف ناس كاللي احنا حطينا منشورات ولكن لم تكن كافية بزاف ناس ما زال يخلطوا في طريقة الاستعمال تعالى منتوجات تساوانا إن شاء الله لهذا هذا الليف خصصتو إن شاء الله باش نعرف لكم عن المنتوجات تساوانا من جديد وطريقة الاستعمال ومن بعد إن شاء الله إذا كان عندكم أسئلة حطوها ما شيء أو مشكل صحيح خوتي بارك الله فيك خويا حمزة قصطالي بارك الله فيك خويا الله يحفظكم خوتي والله صافي بليزير الحمد لله اللي جعلنا إخوة في الله هكا نطلقوا في الخير ونتفرقوا في الخير خوتي غير بارتاجيونا في المجموعات اللي يحفظكم بارتاجيونا إن شاء الله باش يلتحق الجميع إن شاء الله راني عارف هذا الليف ما أعلمتكمش عليه للآسف بسامع ليش بون بسم الله الرحمن الرحيم نقلبوا إن شاء الله نقلبوا الكاميرا إن شاء الله باش تشوفوا بعينيكم بون خوتي هذه هي اللقام لمنتوجات تساونا كامل هذه هي اللقاء وعدنا تساعة المنتوجات حاليا وبإذن الله الهدف التعنا إن شاء الله من بعد لا ربي يكتب نجيبوا لا ربي يكتب نجيبوا أدوية الأدوية رحي ناقصة شوية أدوية كانت كثيرة أدوية تعديدا أدوية تعربوا مثلا الدواء تعالفاش مثلا الدواء تعالتريكومونوز مثلا يعني هناك أدوية عديدة ناقصة شوية الهدف التعنا إن شاء الله أحسنت بكثير من تلك المتابقة ما نرى بشكل جيد ما نرى بشكل جيد أريد أعرفكم على هذه المكملة الغذائية و كيفية الاستعمال أريد أن أعرفكم فيتاك أريد أن يكون فيتاك لكي يصل على الجميع أريد أن يكون فيتاك سوف نحفظ نبدأ الأعزاز فيتاكومبكس سيتا ملتي فيتامين يجب أن يكون فيتاكومبكس هذا يجب أن تكون حالياً من أجود المكملات الغذائية من أجود الملتي فيتامين أو متعدد الفيتامينات أول حاجة ننصح بزاف الناس يربيون الريسيسيف يستعملونه بزاف لأن هذا الفيتامين غاني جداً بالفيتامين A والريسيسيف يحتاج لفيتامين A وأيضاً هذا يستعمل على مدار العام على مدار العام تقدر تعطيه الطيور من مرة حتى المرتين في الأسبوع كيف يحل المقادر؟ المقادر في نصف مشربية في نصف مشربية ثلاث قطارات ثلاث قطارات ثلاث قطارات ثلاث قطارات كافية تعطيه مرتين في الأسبوع يعني مليحة مليحة ما شاء الله لدينا البيتاكل خوتي البيتاكل يحتوي على مادة فعالة لتعاون الكابد على المهام وهي الكولين بالإضافة إلى فيتامينات أخرى إلى فيتامينات أخرى هذا ما شاء الله أيضاً من أجود المكملة الغذائية التي تساعد الكابد تساعد الكابد لبيتاكل خوتي لبيتاكل طريقة الاستعمال تستعمله كويقاية يعني الويقاية تستعمله مرة في الأسبوع مثلاً إذا طائرتك بالدات ومثلاً تستعمله مرتين في الأسبوع يعني عينك ميزانك ولكن هذا الويقاية نعطيه مرة في الأسبوع أنا أخوتي يعني على نفسي على نفسي أشحان نعطيه أشحان نعطي للقطارات نعطي عشر قطارات في نصف مشربية عشر قطارات في نصف مشربية هي الشركة تنصح حتى الخمستاش النقطة في نصف مشربية ولكن أنا في الويقاية دائماً نوضعه يعني كما قد نوضع عشر قطارات عشر قطارات في حالة إذا الكابد طائرتك ينتفخ بسبب بسبب أفوان البرنامج الغذائي اللي يكون فيه الدهون بزاف ولا في هذه الحالة نعطيه لمدة أسبوع كامل لمدة أسبوع كامل نوضع عشر قطارات في نصف مشربية ونعطيه لمدة أسبوع مدة أسبوع شفنا أن الكابد ما زال باقي شوية لم يرتاح وش نعطي نعطي يومين راحة ثم نكمل أسبوع وهكذا حتى اللي يرتاحنا الكابد صحيح خوتي عدنا الكوكسيماكس الكوكسيماكس خوتي منتوج ماشاء الله منتوج رائع 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 بزاف مضاد الكوكسيديا خوتي هذا الكوكسيماكس يعني نعطيكم الأعراض الأعراض تعال الأمراض اللي يقضي عليها أول حاجة يكون عندكم هكا الأمعاء منتفقة ثاني حاجة يكون عندكم البطن الأحمر البطن الأحمر للطائر ثالث حاجة يكون عندكم العرق الأزرق وأيضا يكون عندكم بعض حالات الإسهال التي تسببها الكوكسيديا هذا يصلح إذا كان الطائر تاك مريض بالكوكسيديا يصلح مئة بالمئة إن شاء الله مع أيضا إخوتي احترام بعض الأمور الكوكسيديا بزاف ناس خوتي بزاف ناس ما يعرفوش كيفاش يعالجوها خسكم تعارفوا أول حاجة الطائر لما يمرضكم بمرض الكوكسيديا أنه الطائر يعني أوتوماتيكيا درجة الحرارة تعالج جسم التاعه تنخافض يعني يبرد الطائر تعالكم يبرد عليها تشوفوا منتفق مسكين وأيان منتفق هانا واش نديرو خوتي لي علاج الكوكسيديا أول حاجة الطائر المصاب تضعوه في قافة صغير في قافة صغير حتى علاش حتى ما يفقتش الطاقة تعوه حتى ما يفقتش الطاقة تعوه ثاني حاجة وضعوه في مكان دافئ إذا ما عندكش مكان دافئ يعني مثلا جيب جيب كما نقول حنا اللامب صفرة لامب صفرة وخليها يعني خليها خليها فوقوا تماما يعني هاو الطائر تعالكم اللامبات خليها هنا هكا حتى يسخن لأنه هاد الخطوات اللي نقول لكم عليها خوتي نصف الإلاج إن شاء الله كيف تقدم الكوكسي ماكس الكوكسي ماكس خوتي نقدمو أربع قطارات في خمسين ميليليت في نصف مشربية نقدمو أربع قطارات أربع قطارات من خمس إلى سبع أيام الماكسيموم توضع سبع أيام شفت الطائر مازال مرتاح تعطيه دائما تخليه كل يومين تعراحة إن شاء الله تعطيه لي فيتامين مثلا تعطيه لي فيتامين مثلا ومن بعد تعودت لبروني حتى اللي يتعالج بإذن الله هذا أخوتي نصحكم به بزاف بزاف ما شاء الله ما شاء الله الحق ما شاء الله بزاف هذا لا أشكر به ولكن أنا نفس عن نفسي فادني بزاف بزاف ما شاء الله ننتقلو للكالسي ماكس الكالسي ماكس الكالسي ماكس هو متعدد أملاح معدنية يعني هذا ملونج كما نقول دي سال منيرو هذا ملونج دي سال منيرو فيه الكالسيون فيه الماغنيزيون فيه البوتاسيون فيه لديترواء الفيتامين دي اللي تفيكسي الكالسيون يعني نعتبره أنا ما شاء الله من أجود المكملات الغذائية الذي يحتوي على نسب عالية من الأملاح المعدنية هذا أخوتي يوفيدكم على مدار العام وخاصة خاصة في مرحلة تغيير الرش وأيضا مرحلة التعشيش لما الأنثى تريد أن تعشيش باش عنقود البيض يتكون كاملا إن شاء الله كاملا ما يكون ناقص هذا ما شاء الله أخوتي ننصحكم به بزا 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 طريقة الاستعمال خوتي أنا نستعمل عشر قطارات منه في نصف مشرابية تقدر تبشي حتى الخمستاشر نقطة الشركات نصح بخمستاشر نقطة ولكن أنا من وجهة نظري أنه الإنسارة هي قدم يعني مأكولات فيها الكالسيوم رأي قدم السيب رأي قدم البيض يعني ما عليش هذا مكمل غدائي ماشي دواء ما خصناش نكون باتمون دي سيبليني ما خصناش نكون باتمون دي سيبليني خطر هذا مكمل هذا يساعد فقط توضع عشر نقاط في نصف مشرابية يعني إذا عطيته على مدار العام تقدر تعطيها مرة في الأسبوع حتى المراتين وإذا عطيته يعني في مرحلة التعشيش يعني الأنثى لما تراها بدت تبني العش أعطيها لمدة أسبوع كامل أسبوع كامل باش هكذا ان شاء الله يعني ما يكوش كان مشاكل في البيض ولا خوتي عدنا الهربابير الهربابير خوتي الهربابير من أجود من أجود من أجود مكملات يعني التي أنتجتها شركة الرد هذا خوتي الهربابير صراحة يستعمله بزاف لبروفيسونال يستعمله بزاف المحترفين هذا خوتي كما ترون هنا يحتوي على الإكستريت تعله الهندباء يحتوي على الإكستريت تعل الشاردوماري تعله نمتة الشوك تسمى الشاردوماري يموت عليها المقنيني يموت عليها وأيضا يحتوي على الإكستريت تعله الحريق خوتي هذا يلعب دور يعني مطهر مطهر طبيعي هذا سي ناتيرل سي ناتيرل خوتي يعني يلعب دور مطهر يطهر الجسم تحت الطائر تساعك وخاصة الأمعاء وأيضا يحفز الطائر يعني يحفزوه جنسيا هذا ما شاء الله خوتي هذا تقدروا تستعمله يعني مرة في الأسبوع مثلا مرة في الأسبوع وكي يعني الطائر يدخل فيه يعني الجهوزية ويجهز الملح تقدروا تستعمله حتى المرتين في الأسبوع ماشي مشكل صحي خوتي طريقة عفوا طريقة التقديم خوتي هذا تقدم 10 نقاط 10 نقاط في نسم شرابية صحي خوتي 10 نقاط في 50 مليلتر أو 20 نقطة في 100 مليلتر عدنا الفيطامين أ بلوس سيرينيوم الغني عن التعريف خوتي الفيطامين أ بلوس سيرينيوم ومن لا يعرفه خوتي هذا ما نشكره شنا ما نشكره شنا الناس يشكره الله يبارك بكل صراحة الله يبارك الناس ما كانتش يعني كانوا يجيب لهم الأبلون كانوا يجيب لهم الأبلون بعد ما اشتروا علينا هذا الفيطامين الحمد لله المقنين الذي يعمر بالربعة خمس بيضات الحمد لله الفيطامين أ بلوس سيرينيوم إخواني أول حاجة الفيطامين أ موضاد للأكسادة موضاد للأكسادة بلوس سيرينيوم هذه التركيبات بلوس سيرينيوم تدخل يعني في السينتاز تتحفيز تحفيز تحفيز إنتاج هورمون التستستيرون الذاكري عند الذاكر عند الذاكر وعند الأنثى يلعب دور موضاد للأكسادة الانتياو أكسيدون يعني الانتياو أكسيدون يعني أول حاجة يرفع المناعة على الطائر التاعك ويجعلها في صحة ممتازة يعني هذا يصلح للأنثى والذاكر والذاكر خوتي طريقة الاستعمال تستعمل خمس نيقاط في نصف مشرابية اللي هي خمسين مليلي لتر تستعملوا مرتين في الأسبوع في مرحلة التجهيز أما على مدار العام تعطيه مرة في الأسبوع خوتي وبالزاف ناس تقصوني أسكن تستعملوا هذا في مرحلة تغيير الريش نعم خوتي تستعملوا في مرحلة تغيير الريش تستعملوا فقط مرة في الأسبوع علاش حتى يعتاد الطائر التاعك على هذا الفيتامين يعتاد باش من بعد إن شاء الله يدخل مرحلة التجهيز يعني لا تستعملوا تعطيه مرتين في الأسبوع الطائر يعني يعني يطيح لك الريش ولا يكون موالفة ننصحكم إخواني أي فيتامين تريدون التجهيز به للعام الجاي إن شاء الله يلزم في مرحلة تغيير الريش تعطيه مرة في الأسبوع خوتي صحيح هنا عدنا هذا خمس أحماض يعني عضوية ما شاء الله هذا أول حاجة يعني يثبت يثبت عامل البكتيريا الضارة ويثبت عامل الفطريات علاش هذا يصلح الميجا باكتيريا بالزاف يصلح لها خاصة إذا كانت في بدايتها ما شاء الله هذا يعني يرفع ضرح الحموضة على الماء تع الماء وبالتالي يثبت الميجا باكتيريا ضربى خوتي هذا تستعمله على العام ضرب في الميجا كورئيا ما شاء الله كورت wspól إذا استعملت كوقاية من الأمراض تستعمل كوركرة نقطتين في خمسين ميليلتر نقطتين فقط إذا استعملت إلى العلاج مثلاً بداية الميجا فوقتيريا ستعمل منذ بق LG خمس أيام كاملة خمس أيام ستعمل أربع قطارات في 50 مليتر تستعمل خمس أيام يعني تعود تعطيه يومين راحة يريح الطائر التاعك يعود خمس أيام حتى اللي يريح إن شاء الله ومن المحبب كي تكمل العلاج بهذا تستعمل البكتيريا النافعة اللي هي الميطابوليت هذا تستعمل البكتيريا النافعة صحيح عادنا البكتيريا النافعة ها هذا هنا خوتي هذا بزاف ناس ما يعرفوش القيمة بزاف ناس منتوج رائع بزاف بزاف إخواني يحتوي على البكتيريا النافعة الحية هذا إخواني تستعملوا في حالة إذا مثلا الطائر التاعك عنده الإسهال الإسهال اللي يكون ناتج عن خالل أو أنديزي كيليبر في البكتيريا النافعة يعني الطائر التاعك مثلا في صحة ممتازة ولكن عنده إسهال عنده إسهال في هذه الحالة تستعمل البكتيريا النافعة وهذا خوتي ننصحكم ننصحكم استعملوه على الأقل مرة في 15 اليوم حتى ترفعوا الماناعة طائر التاعكم آه طريقة الاستعمال خوتي تستعملوا 10 نقاط 10 نقاط 10 نقاط في نصف مشرابية 10 نقاط في نصف مشرابية كافية بإذن الله صحيح خوتي تستعملوه مرة في 15 اليوم مثلا لرفع الماناعة وإذا أعطيتوا أعطيتوا المضادات الحيوية من بعدها تعطيه هذا لمدة 5 أيام كاملة لمدة 5 أيام كاملة إن شاء الله عدنا خوتي عدنا هذا كما قلت لكم المرارفات في الفيديوهات هذا مضاد حيوي يحتوي على منخافضة التركيز مع الفيتامين ك أيضا مع هيدروكسيد سوديوم الذي يساعد على القضاء على الكوكسيديا أيضا صحيح خوتي طريقة الاستعمال كما قلت لكم خوتي تستعملوا 1 جرام في 1 نصف من الماء إذا كانت لكم الانفكسيون قوية قوية بثاف يعني بسبب النقطة السوداء تستعملوا حتى 1 جرام في لتر من الماء ليتر مشكل يعني اللتر على الماء هذا الدواء اللي حضرتوه ترفض منه شوية تبريباريوه مع الافنتين وتوكلوا الفرخ توكلوا في اليوم مثلا ثلاث مرات في اليوم بهذا الدواء لمدة ثلاث أيام ثلاث أيام كاملة بإذن الله ستلاحظوا يعني أن البوانوار تعطير التاعكم يروح بإذن الله يزول بإذن الله إذا كان المرض بكتيري يعني إذا كان كان إنفكسيون بكتيريا بسبب البلاك سبوت أو عفوا البوانوار مرهد أخوتي دائما تعطي الميطابولي البكتيريا النافعة البكتيريا النافعة أكدوا عليها بزبزف خوتي الحمد لله خوتي هذو هما اللقام تعلي بروديو التاعوانو حاليا ما شاء الله حاجة شابة بزبزف بالنسبة خوتي بالنسبة للوكالة الرسمية التاعوانو عادنا ما شاء الله اللهم بارك بإذن الله بإذن الله نوصلوا يعني حركين 50 ولا يدركوا 55 بالتقسيم الجديد بإذن الله نوصلكم كامل الله بكتب بإذن الله برك خوتي بارك 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 باش نرجع هذا كان ماتش أنا والله مع لبالي قبل الماتش هذا خوتي الوكالاء المعتمدين تاعنا ها هذا الأرقام تحم عدنا الجزائي العاصمة الأخ فاروق عدنا في صطيف الأخ عبد الماجيد غماز ما شاء الله تاني عليه تاني مسان عدنا الأخ عبد الحافظ باتنا عدنا الأخ وليد عنابا عدنا الأخ بدر الدين وهران عدنا الأخ عبد الرحمن معسكر الأخ آدم مستغانم الأخ قادير مشريا نعم الأخ زوبير بومر داس أخونا عبد الماجيد رب يبارك فيه إن شاء الله ورب إن شاء الله يشفي يشفي ويشفي الأهل تاعو إن شاء الله دعو دعو لهم الله خوتيب الشيفاء دعو لهم الله عدنا ميلا فرجيو عدنا ميلا فرجيو عدنا الأخ مصطفى عدنا بليدا الأخ ريضة عدنا نمضية الأخ العربي عدنا عين تمو شنس الأخ الناعم عدنا قسنطينا الأخ سماعيل عدنا برج بوري ريج الأخ عبد الرعوف عدنا تيبازا أخ بيلال وعدنا شلف الأخ الطهر آه أيوب ابن آدم أخويا الأعزيز هادو لك تشوفهم هادو هادو قاع دي برودوي أوروبي عدنا فقط هذا منتوج محلي عدنا فقط هذا منتوج محلي بسع ما شاء الله هادو قاع خوتي قاع ما كان برودوي من الجزائر صحيح خوتي هادو قاع برودوي أوروبي جاي كما قال من بلدان أوروبية لمعاتجان العبد الضايف الحمد لله أخويا المثيلة بإذن الله بإذن الله نتفكر لكم في أقرب بقص للأسف السلعار سيقليل قليلا ولكن الحمد لله إن شاء الله تكونوا استفدتوا خوتي حمزة قصطالي بإذن الله أخويا نكتبها لكم إن شاء الله ماشي مشكل أخوتي اللي عندك سؤال يتفضل نجاوبوه إن شاء الله ماشي مشكل يتفضل إن شاء الله نجاوبوه نظن هذا وقت سعى الماتش الماتش راي يلعب الله أعلم بقص هذا الفيديو بدأت لكم بتعريف بإذن الله للمنتوجات الله ربي كتب بإذن الله بالك في الليل عود مرسلات العيشة بالك بالك إن شاء الله نعاون نديروا لايف آخر نديروا خاص للأسئلة إن شاء الله سيخوتي يلا ربي وفقكم جزاكم الله خير تحياتنا السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة